اشتركوا في القناة اتعلمت الرجولة والعيبة مني بس خوف الناس مني كان يقولوا ممسوس وكان يقولوا بالجوة الجنية جزوري ممدودة حسب ونسب وصجرت عيلي اسمي منصور محمد عبد الرحمن عبد الغفار ابو هيبة بيقولوا اني جزرنا مندودة في المغرب والاندلس والشام والاجاز فرعنا من السجرة كبيرة بيشتغلوا معظمهم بالتجارة نسمعت اننا رحنا مع الهلالي تونس اللي رجع رجع واللي عاش هناك عاش اتعلمت كل حاجة شمال بس شمال ابو هيبة له جنون عديت بالسلاح وهربته سفرت السودان وخبرت ضرب الاربعين بكت امي وحلفت علي زراعت سنه مع حكم لقيت في الارض اصاف وكأن الشمال مستقبل اساسي تركت الكوامل وخنت جبل مصاخة وعشقت جبال كتير جبل علبة جبل موسى جبل العوينات وجبل الحلال موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كبرت وتوسعت اعمالي اصار وتهريب وسلاح كل شغلي يعتبر شمال في شمال وما خافش الا من المال اشتركوا في القناة 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 ها 트러 cracked نشحل بش solche لاوال ما نتواك رأب سلوى ماشد من النهل غير ايو انا الغجري الناس فاكرة الغجري قطع منخيره ودنه ولابس خيش ونايم في خيمة ده كان زمان اياما الناس كتبت جرسنا وتمسخرنا وتزفنا بس الحقيقة احنا اللي بنزفوهم وندحكو وندحك عليهم واحنا برضو اللي بنقرأ لهم كفوهم ونشوف لهم المستقبل احنا سيادة الارض مش عابدة لان انا ببساطة عايشين في الدنيا كلها ارض كلها بتاعتنا وخصوصا اللي هناك الصحراء انا تولد هنا مكان مزبيره الله يرحمك يا عبا انا عايشين في عشة حدوا العشش وبنوا التلفزيون احنا اولاد الرياح بيسمونا كده اولاد الشتات عايشين على الارض من فوق ماناش فيها كتور زي الرياح مكاننا في كل حتة على الارض بيقولوا اصلنا من الهند وبيقولوا اصلنا من مصر جبسي يعني غاجري ايجبت بيقولوا ان الارض ليها تلات جدود جدي اسود للعفرقة وجد ابيض للأوروبيين وجدي كين اللي قتل اخوه وهرب من مكان لمكان لحد ما بقى مصاحب الرياح وبين كلنا من بعده ولاد الرياح انا غاجري اسمي في البطاقة جدعون واسمي الغجري كين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كين البرد متبت في جسمي بردان وصخني في نفس الوقت لو كنت أقدر أرجع كنت رجعت وما كملتش ما؟ ما؟ لو مداري شيء في نفسك أبو سلمة قوله خبرية بيه دي خامس بطنة جبها لك وعمر لي ما خبت مرة لو مش واسك فيها حضرتك بلع بس المرة دي حسس انك مش دغري ما قولك لو مداري شيء قولك ايه ايه لو تقربيني او لين لغتلوا الأخيانة بيه طيب يلا شوف طلباتهم ايه وخلصنا طلباتهم دمي زفر البقان تكتل بيدك يا بيه وتمسح بالدم من جدار خلاص نجيبوا الكلب ونكتعوا راسوا هناك لا يا بيه يقول عايزينك تكتل واحد اسمه أمين من حداك أمين خلاص نجيبوا هنا ونكتلوا تكتلوا الله الله انا عملت اللي عليها ربنا نسمحني عنه ويطلع ميت يا ابو سلمة يطلع جدامه للفجر حقنا وبدلاء دايب كأسطورة على الأجل أدينا ريحناكم من ضرب النار يلا بينا نتوه وهنقعد بالمرة نشربوا قبيتين شاي والرقبة يلا بيضعكم والرقبة الله 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 أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله اللي شفتوا بعنيا كبوس كبوس أقيد أنا نايم ما قمتش البرد وجسمي ساكن مرضي شغور ليلة عجيبة ليلة عجيبة شام فيها الدم والنار شئ 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 أمين امين حاسس بلسأة ناري الجسمي البرد راح ما بقيتش حاسس بالسجع انا وقعت ولا حقوم تاني ابو هيبة اتخان طول عمري بخاف من الخيانة يا طرى دي اخر نفس ولا لساك حتى يشكر اكفل المخازن كله وشدد الحرس عالبيوت من النهار ده الطار هيسبح البلد بالدم الحمد لله انه لابس عمي سوقا دد الرصاص وعمر واي ما حملش يا حكم تصبر شوية هاوس تولسني وأنا عايش ما مدش يا تسيبني مين يا عمي؟ أنا مليش غيرك ده انت فرشتنا وغطاني بثناء وهو زي النسوان شد نفسك بلاش شغل الحريم أيوه الخبر صحيح الدم نغرق الدنيا انت تابني إيه؟ ألو لسه بدري يا ماهر كانك ما تعلمتش ياري طيارة طبية ميت فيك الخير يا إجام اللهي ما عملهاش أخوي قلبك فعنيك يا غنيمة عارفك ملهوفة لو تقدر يا مؤميني لو تقدر يتجوميني واتطلعيني من هنا صدقتي صدقتي أم البنات جوزك حيقوم منها زي زمان جسمي اتعود على الميلي يا إجه يا إجه يا إجه يا إجه ما يجب ان تخذ؟ يا إجه يا إجه يا إجه يا إجه للدنيا كانت فانية وشوية هاوي طياروها ارتحت يا بوي اهو الجبل تهزى عن مكانه اخوك بيموت يا بعطيه تخوه اياك ترتاحها كبير وتعرف تنام اياك تسد تجوع جاتلك عططابة دنيت ابوهبة كلها في يدك هتعرف تبنيها ولا هتخنجها في كفك الدنيا من بعدك خربانة يا عمي ابوهبة بيتضرب وسطينا بالنار بيدرب اخوك وبدال ما تتربجها وبدال ما تسودها وتتبح نهارها لاجتك بترمح رمح على كنزة اخوك جاعت في بيته وعشمان تجعد مكانه واريتها جات على كده دا كمان حتى قبل ما تتطمن على اخوك عايش ولا لا لو بيدي كنت سفرت على ريجغي الله يلعن الفيز على الجوازات على الحدود اللي بيني وبينك يا عمي أخوك عايش ولا لا طلع من العمليات ولا لا هيلجع سليم اللي انت خلاص دعادت مكانه ما لك يا ات زكي حد جالك ان انا اللي تخيته حد جالك دا مش اخوي ولا هي منظرة وخلاص وحس عالي من جالك يا خايب ان ساكت دا حمل تجيل من خيبتك فاكرها عالكة دا دم يا واكل ناسك دم تجيل ابو هبة مش اخوي وبس دا صاحب النغنغ اللي احنا فيه بس انا مقدرش اتصرف واحنا مجروحين الاول نطببوا الجرح ونجدروه الاول نعرفوا حالنا ومن علينا نجدروا يا غشيم قبل ما نتجدموا ولا عاوزنا في البلاد نلبسوا طرح وانا الدابة تشاهر بيني ليه؟ ليه؟ واحد قالك ان الطار محتاج وقت الطار محتاج نار بس للأسف النار محتاجة رجالة الزم مكانك يا عاد ابوك بجريس المكان صاحب الكلمة ولو بتحب عمك صح اسمع الدور اللي حجلهولك عليكو على صفاء بالتعمك ايو صفاء يا مفتح لازم انتو بجمرتك ولا انت عاوزها تدخل علينا ذكر غريب اكتله اللي يجارب من صفاء بالتعمي اجلو شو بسناني برضك غشيم البنات عاوزها جلع ودي خواجاية خواجاية شوف عاطية بيعمله بلاش خيبة مواف ابعتلك روحاني مع فارس نشوف طلبتهم ايه ونقسم البطن بالنص هتبتك انا ببطاة لا مش انتا مش انتا لا ايه خمس عمليات وكلهم نكهو ووافين دلواتية ايه ماشي انا هتصرف يمسك اذا كتروح المستشفى اللي فيها بويه بقى وعايز اسمع خبره حضرتك خليني معاك انا ماليش في الدرب انا مش عايزك تضرب انا ماليش في الدرب انا ماليش في الدرب انا ماليش في الدرب جمع الوكمبادة انا ماليش في الدرب انا ماليش في الدرب انا ماليش في الدرب لابوكي ما ترى لابوكي دير سنبت لم تتاكد السياسة واقفت يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي اسمعوا انا عاوزكم تاخدوا كلكم اجازة اجازة نمشوا كيف نمشوا والكبير راجد عياني وانت بالذات غور لحد ما ياجي سيدك انا متماسمر هنا لحد صاحب البيت الكبير ما يجلعني حطخك يا ربيع لو فتحت حنكك ثاني يلا غور بنا جرف يا غور كبير يا رجال اوه 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 رايح فين يا حكم اوه اوه يا ربنا معاه ويكتب له النجاة هتورسه ببيته يا حكم ايه انا شغل رجالك مالك بيه واللي عاوزك تتحكم في شغل ايه ياك سيد عودك على كده احترم نفسك يا حكم عيب كده ايه اوه تاكلوا ببعد ليه اختك تغور على بيتها لو شفتها تاني حكتلك كانك 13 ملميتة بجيلك سود يا حكم ملميتة بجيلك طول مالك بيه يا بيت مالك بيه سد حدكك ثلاثة بالله ما تبعد دقيجة واحدة فوق يا بو كافو انا في بيت اخوي اهابه اخوي يا اخوي اخوي اللي لعيبة بتطلعش منيه والله ما انا عارفة انت جاعد هنا ليه صنعت اكيه يا حكم غير الافيون شغلت اكيه مش هيبة اللي كبرك مش هيبة اللي عملك ولبسك وعملك بني ادم مالك يا حكم مالك هي حصلت هتقتل اختك هتقتلهم يا حكمت فانك يا هابه فانك يا اخوي ربنا رجعك بالسلامة يا هابه ربنا ارحمنا بيك يا هابه تعال يا اخوي اشوف اختك صباح اخوك بيت ردها غري ويراد المال ماله غري يا بو مالكتل قدامي روق يا حكم روق اخوك اصلها والمكتب ده مخصوص والمتعكر يروق من نسين حلاوتك يا حكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا تشربوا ايه هو كين بيه جاي حالا اهلا هاهلا هاشوفهلكم استعجلين شكلوك وبجهت لي حباية ولا اتنين من السجار ده اهلا ابوهبة كان بيه شربوا اهلا 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 يا حكم بيه يا سلام حكم بيه شخصيا في مكتبي بقى إيه الهنة والسعادة ده؟ قلت نتكلمه أحسن قديلنا شهور بنعض في بعض نيه من غير لازمة أنا مليش أي علاقة من أفضوع ابو إيه إنت عارف أنا ما بحبش المشاكل سيب أخوي في حاله وخلينا نتحركه ما لكم الشغل الخلف يا جدعون بيه خلف ابنك إيه؟ شاثر بس جريق حبيتين عد برضو يدخل كمية البودرة دي كلها من غير ما يمسي على أصحابه ممكنت اللي باللغط عاد يالا عاد يا حبيبي فوت يا خلف فوت بجدعون بيه بيهزر معاك إيه؟ إيه إيه؟ إحنا أولاد النهار دي مالنش صالح باللي عدة عاوزين نجروا الفاتحة تسيبنا في حالنا ونسيبوك يا بوي في حالك حد تجرب على السلاح من يوم أبو هبة وانت عارف احنا نقدروا ندخلوا في المكان اللي نعزوه سلاحه وغيره اطلع برة اطلع برة اسيبك تشتغل في المخدرات زي ما انت عاوز بس لي يا شرط واحد موافق اسمع شرطي الاول من غير ما اسمع موافق انسى ابو هبة خالص انا عارف ان هو مش يرجع زي الاول نعطي يدينا في ادن بعض يبسوا بتاعنا بدل ما نتعارك ونفتح الدنيا بحدا عامر امر يا حاكمبي يا خلغالي بيجيت تتكلم كتير يا عامر اقطع لساني يا باش اسمع عاوزك تحمل السنديج دي كلها 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 يا عامر ما عاوزش بندوجية واحدة في المخزن ليه يا حاكمبيه هنغير المخزن لاااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااا انا بيعت السلاح كله همنا than you do هنون هنا مجد here بط الرط يا عامل بقولك السلاح كله يطلع من هنا ويروح العنوان دي عنوان ايه يا بيه السنديك دي هتفضل هنا لحد لما يشابه بيه هو صاحب القمر وهو اللي يتصرف انا هنا صاحب القمر عيصانا اوه مر يا كبير علجوه وبعد ما يروقح بسوق لحد ما تصرف اوه امرك كبير عايزك تحمل السنديك في العربيات تمام تروح بيها العنوان دي خيجي لك عطية توقف لحد ما تسلموا الحاجة اه تمام يا كبير اه اه هههههه نسمى بجسمي جاد وكني دهمي السرير دهمورك بعيمك جسمي على وجه البحر المجنون موسيقى مع لهش يا غنيمة العلاج في بلاد بره كده موسيقى 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 لسه بتزرع يا أمين فيك صحة طول ما فيها نفس حزرع يا حكم بإذن الله بس الكامجرات دول مش ليجين عليك انت عاوز لك كام فدان هنا ولا هنا ربنا يديمها نعمة رضا ما محتاجش أكتر من نعمة ربنا لا لا خلاص أنا جهست لك خمس فددين في الوادي الجديد تزرع وتجلع براحتك خبر ايه؟ في ايه؟ الأرض دي لزماني عاوز أعملها جراش مخزن يعني لما يرجع أبوهبة بالسلامة نبجو نشوف رأيه ايه في الموضوع دي أبوهبة مين يا أمين أنا هنا اللي بكلمك برضك لما يرجع أبوهبة بقول لك ايه أبوهبة بجله كتير في بلاد برا محدش عارف حياجي ميت هرجع بالسلامة بإذن الله إذا أراد الله شيئا كان ونعمة بالله هنسو الأرض ونردموها لو عاوز تخدم نفسك خد الطين اللي قلتلك عليه بدل ما تشحط هنا ها؟ على ما أقرب وحسي بجسبي أخاف من الآتي والله تهون الغربة وانتي في صحبتي وبعدين يا منصور ما عاوز تفوق ليه طول عمرك بتجع وتجوم شميعنا المرة دي مكسل تجوم وراك ولاية ربنا ياخدك من الموت عشان الولاية تروح فين غنيمة وبناتك لو عاوز تارك تبجع ميت وهتوجع بدري فوق يا هيبة واكفل ببانك المفتوحة واكفل شبابيكك ما تخليش حد يشوفك مغلوب اخلع يا بو هيبة طوب العيال والبس طوب صحتك تاني يا ويلك مني يا كين يا ويلي اللي هيقف جدامي تاني حتى لو كان حكم من دلوق هحاسب الكل ست وراجل اللي حيميل حعدله واللي هيخون حيموت لازم ترجع يا هيبة تاني كفاياك راحة اللي في مقامك ملعوش راحة هاااااااااااااااااااااااااا.... السب Amazing ب wusه هو هواه ده اللي مسابي الصفري أصيلها بلدنا الغلبان أصيلها ست الناس لقصد الكلام بداية ونهاية يلي عيونك فجرا مالك أدهل مالك يا حبيبي فيه إيه أدهل مالو عيش أدهل مالو عيش يا عماميل يا عماميل فيه أدهل أدهل مالو أدهل تحمل يا عماميل إيه عيشي أخرك فيه برة عايزي عايزي أخرجل مالك يا حبيبي مالك يا حبيبي مالك يا حبيبي اخرج Tech سيادي يا حبيبي يا حابزي حبيبي قوم يا حاكم قوم يا حاكم يا مرك يا حاكم أبو هيبي واصل أبو هيبي ميت على الباب يا حزين قوم قبل ما يشوفك على فرشك مش وقت مكبكة يا أختي فيزي قومي جابت جيمتك كل ما أشوفك يا أمه أنسى التعب والهم وأفتكر بس أني كمي وببقى عاوج أنام على رجليكي وإنتي بتضحكي وتقوليلي قوم يا هيبي البصرة على النار هيبي طحشتك يا أمه غلبتني يا هيبي كنت فيه سفرت ورجعت لو سفرت تاني هترجع ما تلقنيش بعد شر عنك يا أمه آه كان نفسي في حاجة ملاقيهاش جبتلك شو جلاطة مخصوص عشان ما تتعبش السكر اللي عندك حبيبي حبيبي انت يا هيبي ما تتأخرش تالي حبيبي أنت أنت الحمد لله بالسلامة يا بو أمين اتكلم كنت بقول ان الجسر وكل مشاريعنا من وقت ما سبتها مشيين على نفس الخط لا شمال ولا يمين لا بنناموا في بيوتنا ولا بنفكروا غير في اننا نكبروا مشاريعنا وبسم الله ما شاء الله يا بوهيبة يعني قرية الجونة كل الناس بتشتك من جلة السياح واحنا الاشغال تمانين في المية عمرات ستة اكتوبر عملنا تلاتة كنبونت سلمنا منهم تنين ده جير العملة والسلاح والاسارات اوكين جدعون عملت معاه ايه يا حكا ملصت وداده ولا قلطعت يده ولا حطيت يدك في يده جدعون والمخدرات انا مش مانع الكوكايين والهروين والوساقة دي قلتلك كفاية عليك الزفت الافيون اللي بتاخدوه عموما الشحنة اللي انت وولدك مستنيينها بح طارت موسيقى ايه؟ ده ادبا لك حكا موسيقى يدك تخنت حكا يا ربما يا ربما يا ربما خلينا نتكلم وحكم برضك حمدل على السلامة يا أخوي رجعت لناسك ومالك طول عمرك يا بهابة المي لا تعدله حمدل على سلامتك يا والدابوي مصدع يا وليها يا زكية طول عمرك شديدة لا ده مصدع يا بهابة ده إيه اللي تنوم يا أخوي اللي بتخلف ولاد ما بيجي لها الصدع بتبقى جديدة وقوية ما هقولكيش طوري نامي هتقعد لغاية ما تسلم قديلك سنين غايبة عن المجلس اللي يعرف يحطك مكان حكم لو زعلان قول يا أخوي أنا اللي قلت الزكية تجعد وأنا اللي قلت الحكم يجيبها هنا أصلي خفت خفت إن اتبهدلوا في غيابك قريب أؤمر يا خالي هتخلت يا جابعتية بس بعد إنك نجحت في الصدوية أمي عوزيني أدخل كلية الهندسة يا خالي مجموع عوزين يا أخوي بس يا خالي أنا معوزيني أدخل كلية الهندسة عشان في الآخرات اللي عشتغل معطية خش إن ادخل شاك كريمة عوز أرسم يا خالي أخش كلية فنون جميلة أيها ليك إيه كده بروحتي شاك كريمة من وقت ما سفرت الصبح روح الصبح ماذا جاب اللي بتاخد حجك؟ حجي؟ حجي في إيه؟ واه معوزيني شيء تبني في البلد عمره؟ لا أنا أنا قلت ما كانش قصد أنا حشت عنك حاجة كريمة عمرك ما شكيتي تشكي وأنا في غيبوبة؟ ما اللي مكنت موت كنت عملت إيه؟ ما تشرع عليك يا أخوي أنا ما كنت شخص بعدين بعدين نتعاتبه في الصغية يا راك كريمة نسبوك تفرد جسمك وبعدين نكملوا حديتنا من ميتة بتهم قبل يا حكم من ميتة؟ حدي قلنا كانت عبان ولا إيه؟ ولا إيه؟ في مخة تغيرك لا والله ما فيش في المخة حاجة بس أنا عاوز أروح قدلنا شهور ويام بيتنا تبهدل وأنت عارف أخوك ما يتحملش التراب ما يتحملش التراب؟ أمال كيف عاوز تشرب سجارة يا حكم؟ ها؟ من جالك؟ يبقى أنت معاك جن يا بهابة؟ كيف تعرف كلمة قلتها أنت غاية؟ مش هقول لك قلتها فين؟ ومع أنهي كلبي ليه روجة لكن هقول لك تقعد هنا زي ما كريمة حكمت تقعد هنا وأنا غاية هتقعد هنا بيت أخوك ومعزز ومكرم يا أخوي الوكل يا وده بوي أنا عاوز أرجع بيتي كل حي بيستريح في بيته أنا قلت هتقعد هنا أنا حكمت بكده ما اللي عاوز تكسر كلامي؟ أوعى ما اللي عاوزنا توقق بالنار زي ما تخطر الجالتين؟ أمري غالب أمك حكم هي احتزر لك وهيدي لك مئة ألف جنيه حق بضربة الرصاص ما شي كلامك يا هيبة ما تزعل شي عامل الله يا عم الوكلة معاكم المرة دي مش تقليد الوكلة معاكم المرة دي توحشتوا الله بسم الله أخوي بله شداني يا أخوي الرومي للجماعة والشباب كلهم الروم انتوا كريم أصفاء أنا بعدت رجالة في مهمة النهار دا حكم مهمة ايه يا أخوي مفيش حاجة نعملوها بالوقت وصلوا المكان بعت السلاح كله أحكم طوبة يا هيبة خلاص مليك صالح بالسلاح مليك صالح بسلطة الفلوس اتنين مليون دولار وربعة ضحك عليك انا مش قلتلك تخلي لشجتك كالونين برضك مهمل ما خايفش حد يسرقك كأنك شايل من أخوك يا مهيبة بتفتشني قدام عيالي وانت كبير عيالتفتش ولا كبير عيالي مهيبة واردك أنا أخوك الكبير طب تعال أوريني الكف الكبير يتسرق من أولا وأنت أربعة عمرك ما واجبت في صف ولا عمرك خشيت جاب وأنا محمل وساكل عاوش تسير كل هدي الوقت وننزل وشي لك وأنا قلت حاجة عمر تكلم تهمت من زمان وأنا بسلم حتسأل ماهر اللي بيجي شبهك ذكوا يا خذي على ده ما خدتيش الفلوس لي يا صباحا من ساعة ما سفرت وانت رفض المصروف ملهاش لازمة من غيرك يا خوي مين يهموا الوكل هو عشان كيف أبص على الدنيا وانت مفهاش يا بهاب كيف أبص على الدنيا الحمدلله على السلام الشبه عشان ما حكم يخلق من الشبه لا يخلق من الشبه مشان تتسفنكم أحكم كيف تتسفن الفلوس دي؟ من إيه؟ دهب ده دهب 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 ساعات دهب ها؟ مش كفاية صبره والواح تعالي تعالي عليا اليميل لا تاخدي حجك خدي زيادة زي ما أختك كريمة خدت حجها أخت الزغيرة تاخد حجها خد حبي 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 اعتبر البيت بيتك أحكم الله تصل بكين الأيام دي لا تتشنكل معاه أه يلا حمزة يلا حمزة حبي في شغلك غيره مفيش في الكلب غيره يود هوه في عذابي امت لاته وجل جودو بس الله يجزيك يا ربيع حلوة كرس ياه كرس أنت ما تعرفش ياه ما تعرفش أبوهيبة دي ما تعرفش أبوهيبة هو صغير كان بيعمليه يطلع الجبل والناس كلتها تستناه وينزلوا الخير معاه ايوه بس اللي اطلع الجبل دي يا امال من مطريد يا امال مخطوف منها عين فاكر يا حامد فاكر ايه؟ فاكر لما العفارية خطف ابو الله يرحمه وجعدوه اسبوع ولما سألوا وعرفوا حالتني لزلوه وسبوه في ايديه خمسة جيه هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها هل تبدأ بيها؟ سلامة انت وعشت نابس انت وعشت نابس سلامة 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 مكسوف منك يا رب قديل سنين من الداري ما زرتش بيتك و تسطر علي أو ترزقني و لما عيت صحتني بس انت الحنان سبحانك يا خالق النفس تخلق أبو هيبة وأمين بسم الله الحمد لله و شكر الله لعمتك كبير يا رب هل تردنا بو هيبة ثاني؟ انت الكريم يا رب ألف حمد لله سلامة بو هيبة الله يشعر حمد لله صحتك زين و عال الحمد لله حمد لله و شكر الله الله يكبر الله يكبر الله يكبر الله يكبر الله يكبر غبت شهور يا بوهيبه وكنهم ضار وما لو موت كان حلهم ايه الزمن بيجري جري اتغير توقيته اللي كان بيحصل في سنين بيجي بيحصل في شهر واللي كان الناس تخاف تجربلو في سنة بيجيت تدور وشها وتعملو مين ملك شوفارد 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 موسيقى قبله ما شفتك تعبان كده لسك عيان؟ نفسيتي تعبانة يا أمين حسب من الوسوات يا صاحب آه هتجن من الوسوات يا أمين ما عرفش كيف الجرائب حداني عاوزين يقطعوا في لحمي استحمل الخبر بردك ربنا بيهدي الشغلانة اللي ما بتجربش بين الناس ما تبقى الشغلانة صح ما بيعرفش أشتغل ما حد ما عرفوش أحب العزوة أهلي يبقى حوالي البلد كلها تشتغل معاك الناس دي يبقى ضعري مستروني لو تعريت فيها إيه يعني لما أشتغل بجريبي ما فيهش حاجة الأقرابون أولى بالمعروف توجر ومليه محدش راضي مليه محدش راضي اللي بياخد فلوس ما راضيشي ما زعلانش من إخواتي ما زعلانش من كريمة طمعت في بيت ولا في أرض في دهية لكن زعلانش إنها حطت يدها في يد حكم من ورايه وحكم وما أدركه ما حكم حكم أخوي ما مكفهوش أولاده عطيه واللي بيعمله طالع ياكل زال منشار برضك ما زعلانش من عطيه لكن ليه ليه يعني كيف يأكله في خيري وما بيشوفش بتي بيقينها ليه بيخونها ليه في السكك وخلف ولده سيد بتي خلود بالمرة وبيتاجر في الحاجر اللي بكرهها بيتاجر في البودرة بيجي مين؟ بيجي مين من أهلي وأزبتي؟ حكم أخوي حكم مخو شنلوج أفحانك زكيه؟ طقتم في كل يوم حكم بيكهري على موتي مع كين حاوز يورسني سبني غرجان في دمي وسرق ختم الفضة وجيري على بيتي جاعد على فرشتي وبيدخل مرته على سريري ما مكسوفش ما مكسوفش وعمل نفسه خايف على مصالحي وهو خاين ونفسه في موتي باقي مين؟ باقي مين من أهلي وأزبتي؟ ما فيش غالبناتي ومرضي هم اللي وعيين علي لو راح ادور بكبك ايه؟ لا 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 حاسب وقف يا هيبة شطانك عافي وعمال يفتح ببانه في دماغك ما بتعمل ايه؟ لو عرفت انه مت وصحيت ما لجيتش غير الخوف هو ولا حيشوا ما يكلوني لو أهلي ما خايفينش من هبتي حيكلوني بقى صحف ايه؟ حفة الجنة المكار صحبة جاو المكارد يا أمين صحبة جاوي أسكت وأنا نفسي أصرخ في قلب حكم وقول له ليه كرهني؟ حيش كلك كيف يطوع قلبك تكره أخوك تعبان تعبان جاوي يا أمين كلبي تعب كلبي تعب كلبي تعب كلبي تعبان جاوي مش قادر مش قادر أن سكين وهو بيت مصخر على عزوته أهلي بقت نستي عيبي إذا أراد الله شيئا ونعمة بالله قدعي لأمين قدعيني ومقد أقدر أكمل من غير شر حاسس أن الجنون اللي عملته النفسي نسيته خلال 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 تقول وله مقجرة يلاسح وله أ Line وما نحك اشتركوا في القناة غريبة فتحة حانك كفر حانا إن مسافر مالبكيتي المرة اللي فاتت ليه و؟ المرة اللي فاتت خلاص يا رب ما تعاود تاني هي راحة الحالة ربنا يخليك ليلة وما يحرمناش من داخلتك علينا جادر كريم حد يزعل من الميزان تبدا أنت رايح بلدنا اللي اتولدنا فيه السلام أمانة لكل اللي هناك وبالذات كريمة ما تخليهاش تزعل يا أخوي من خشتك عليها كله بيتغير إلا أنت يا غنيمة لا غيرك مال ولا غيرك خوف لا غيرك حياة ولا موت ثلاثين سنة متجوزة أو لسه أدي جوزيف بيتكهلي بالكام؟ مالك حاد ورق سفري لما تعود بالسنة يا بختك يا بوهبة يا بختك يا بخت اني بيك عبني خليك لي يا أخوي ده من غيرك الدنيا ما ستسويش حاجة لا بيت ولا بنات ولا ناس ولا ببان ياه من غيرك أموت يا هبة من غيرك أموت يا عمري كله بس لو راضي عني أطلبي لو جدت أجعود هاجعود أنا طلبة منك تسامح أسامح مين يا غنيمة؟ حكم أخوك بكفاياك اللي أنت عملته فيه جدامنا خلاص يا أخوي ملاش عدوة مع أخوك أوليها أنت جنيتي؟ أنا عارفك كويس جلبك طيب الأدب جايز وإنت قدبته خلاص يا أخوي جربوا تاني ملاش عزوتك بيدك تقطعها عاوز الدنيا كلها تعرف إن رجعت حاصل من أول ما حضرتك وصلت اسمه أمار في كذا بطن تفتحه في المينيا من ورانا وفي عين شمس تسرجوا منينا حتتين وإحنا نايمين كنت مسافر كنت مسافر؟ ورجنتك والسلاح اللي طالع داخل من ورانا قل لي وأنا نفس عاوزك يتبلغ الناس إنسعلان خصوصا اللي فتحوا البطن في مهاها ومن هنا ورايح عاوزك تاخد بالك من حكما بوك ما عاوز عينك تفرقوا لحظة حاضر أفهم ما عاوزكش تعترضوا في حاجة ولا توجهوا في حاجة طب ولو راح لكين تاني قل لي ببعودة كبيرة ببعودة كبيرة الكبيرة عايش ما ماتش العهد اللي بيني وبينكم من النهاردة بقي من طرف واحد خلاص هيا كلمة أحدة ملهج تاني كل شيء حيرجع لمكانه السلاح والقصار أبو هيبا جاب على حاله مفيش مخلوم حيستجرى يفتع عينه تاني واللي تسارك بني حرجعه الخاين ملوش عيش بني حتتع راسه حمسحه بأستيكا من هنا ورايح مفيش فوضى تاني جانون أبو هيبا هو اللي ساري مفضل خده أجبكم مفضل يا أهل البلد كيف مسلم يحرق بيت ربنا كيف عاقل يخاصب أهله ايه اللي احنا فيه ده غشمله شرد ولا ضرر محتاج إصلاح كيف لا يحصل وسطيكم وقدام عيونكم ها؟ يا الحاجة دي مش حاجتكم الجامع دي مش بيت ربنا وبيتكم اللي خش الجامع وأزاه كأنه خش بيوتكم وكشف عوراتكم من هنا حجم الجامع دي يبقى أحصل من مكان كل واحد يأخذه وميته الطاق اتنين تبقى أبي واكفين ليه النجار يشوف المنبر والعمدان والنجاش يبيض القطران برا وجوه الكهربائي يشوف ايه المطلوب شوف بنا يبدي الحقاني اللي تهدد خريعي موسيقى موسيقى الموسيقى موسيقى موسيقى هو حد قتل لك حد؟ الشيخ وسامة الأزهر المحترم تقتلوه هو حافظ كتاب الله ورحنه تبوي اللي ما حنب بيه كتب لجيب القاتل لو جوا بطنمعت كي ما يكون من أربعين سنة نفس البكان ما تغيرش يا حسن من يوم ده خنيت جيسة وهمك حضناك شهيد وشك خجلان من جلة الوكل وهمك فرحانة بيك بتقول لك خلي بالك على حالك انت أنا هنا جاعدة وسط أهلي وناسي مستورة بس ارجع انت بالسلامة الله يرحمك يا حسن ياللي فجرت نفسك في دبابة يا حسن ياللي ضحيت بنفسك عشاني يا حسن ياللي أنا هيبي يا ست الستات أه يالله كل يا ست الناس حدت لحمة وقت لها سكر كل انت حسر انا جاي عشان اكل معك وانا زوري اللحمة بدخلش فيه وماتي صغيرة كل الحتة دي بس وربنا يسهل ولا اوزت زعليني هو الزرزور الصجر بياكل ايه النبي تكن دي عليه الصلاة والسلام عليك افضل الصلاة والسلام يا رسول الله كل انت يا ولدي وانا شربت المية بتكفيني صحيح ديك ما عجمني شي هجيبلك دكتور خلي المكفول مكفول يا ولدي ربنا يسهل مالو مالي الناس انا انا عايز اريحك عاسس بيكي صوتك واهن طلتك بكفاية علي قلتلك قبل كده ابني لك بالتاني بالجديد اه رأيك ام حسن ابني لك بالجديد ها اني مازاي ولديك حسن خليك في حالك اولد انا عايز ايا اكتر من لنا فيه الشمس عندي طور النهار والهوى طالع داخلي والارض ستراني وربك مواسين ونعمة بالله انت ايه ايه اللي مقاعدك على الارض كده والجو بارد ومي 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 فردي ضارك على السرير ها يا حسن جهدت الارض دي انا مرتاحة الايه هي دي اخرتنا يا حسن مالش يا معزن خبت عنك كنت عيان حدش بيسأل علي غيرك يا حسن لو انا موت مين هيسترني يا حسن خد يا حسن خد يا ابني ربنا يسترها معيك حسن التراب يا ولدي ما بيحبش غيره يا حسن في حاجة بتحصل لي كل ما اجي هنا اهل وقدر اجيب امه وعيالي واجعد جنب امه حسن دي زمان استنداني لحد ما تخبز والعيش الاسوع يدي وانا باكل واجري نحية الجبل حافي والرملة سخنة دي الوقت اراكي بطيارة ورج لي واجعني اللي فات كان صعب مفيش فنوس وفيه تعب وشجة بس كان حلف كان فيه حاجة حلوة مسكرة اللي فات كنت بشرب بكفي من نيل وانا ما خايفش دلوقت خايف وفي يدي جزازة معقدمة كنت بحارف في تلاتة وسبعين وانا فخور بنفسي نجروا في سينة من دشمة دشمة ونعدوا بالسلاح الجنال ونقعدوا بالليل نغنوا ولو حد في ناس تشهد يبتسم لنا واحنا نغني له كنا بنحاربوا جنب بعض ضابط جنب عسكري مسلم جنب مسيحي كنا بنحاربوا احنا مع بعض وكان عدوه واحد دلوقت كل الناس بتحارب بعض وما حدش عارف مين بيحارب مين ما حدش عارف مين الصح أو مين الغلق من يوم ما لقيت رقبة الجمل الدهب في الأرض وأنا بجري ورا الأسار هطلع من الأرض دهبه وطلع من الأرض أسره وكل نفسي سر الأرض بيجي معايا وبجيت أشغل ناس شغلت شباب البلد كلهم معايا ونسيت أني بطلتهم يزرعوا وتوسعت في السلاح لحد ما بجيت أكبر تاجر سلاح تاجر سلاح خايف من رصاصة واشتغلت مع المافيا برا وجوه تاجرت في كل حاجة وأنا عمل لها جنون عملت للشمال جنون بحارب بيه اللي يعصى أو أمري ألو، الحمد لله على السلامة عنك الله يسلمك يا مهر إيه الأخبار؟ أبوك عمل إيه؟ زي ما حضرتك قدرت بالزبط راح الكين بردك راح الكين راح الكين بردك راح وقعد معاه لك بعلا شوني الكين بيلعب معاه عمي راح الكين بردك راح الكينة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر عايزة يلاهوية ترجمة نانسي قنقر يلاهوية ايهوية نانسي قنقر يلاهوية ترجمة نانسي قنقر يلاهوية 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 خلاص خلاص يلاهوية 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 كبير يلاهوية ماهوية يلاهوية 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 وعمره يلاهوية 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 وانتو كمان زي العمر اشتركوا في القناة 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 لا ولا قوة الا بالله في ايه ? في واحدة اسمها رولة متت أفردوز كين ايوه ! جزه اسمه كين بنا رجال اشتركوا في القناة تفرغوا الكونتينر دي واستنوا الكونتينر التاني ليه اللي يطلع الصندق انا بتسأل وغولك عايز توصي اناهر الجو بتاعناك مستنيني اشتغل ياه اشتغل ياه اشتغل ياه اشتركوا في القناة واه 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 عامل زي الأسر العاجل دايما بتصحصح الروح كل حاجة فيهم اختلفة عمري ما شفت سلح كده اه لا تعرف امال ما فيش حاجة ما فيهاش روح الحاجة اللي تخطفك وتحايلك تبكى قصيلة والحاجة اللي تمر عليك من غير ما تشغلك سبهه وانت تكسبان ده السلاح ولا حاجة طالية أول مرة أمسك فيها سلاح كان مسدس بالحرب العالمية التانية عرفت بعد كده انه مسدس رومل بتعرف امال اتعرض علي في المسدس دي مليون جنيه او قلت لا المسدس دي لحضرتك ما بكيش ما بكيش فيه ما بكيش فيه غية للسلاح كان زمان دلوقت لا ام ولا الأسار ولا التمثيل والدهب والحجر والحاجات دي الله يجزي كمان دي عايم اللي يعرف سرك ها وتعمل زي عمك وتدي سرك لغيرك ها برضأ السلاح دي اللي مين يمش ه besonders رجل الإلباشة وزير.. السابق الو.. الوزير السابق يا معي أصلغاوي أنتيكا بيحب السلاح الأنتيكا ال�acağ به تعرفين تا الكونتنر الثاني وصل يا عمي يمكن مفيش غير ثلاثة منه في العالم مصنوع يا دوي الكونتينر التاني وصل يا عمي التلت يروح الصعيد او التلت يروح لولاد بدوي في الجيزة او التلت خليه شوية هابجة يقول لك يروح فين طيب فيه ناس جديدة عاوز اسلاح لا لا يا ما زباين كين مرفوضة ابو هيبة ما بيبيعش سلاح لتجار المخدرات انا قصدي الجماعات بتوعجبا للحلال طه نفسه يطلع الصندل المرة دي يطلع يطلع ها علشان علشان يدوي قويتها عاشر اضعاف بقولك ايه هابجة تحت عمرك هابجة اخد بالك من كين اوعى تنساه لحظة انتظر منه رد فعل قريب ما تجلك شباش ده لو فكر فكرة في خياله شوف في خياله هتوصل لحد عند ابو هيبة انا عايشت اليوم ده يا هيبة اليوم اللي وقفت فيه في مكتبي اصرخ في وش الدنيا واقولهم انا عارف العفريت مخب ابنه فين اليوم ده لبسوني الكلابية اليوم اللي حسيت فيه ان قبضت ايدي بقت حديد وفتحتها ليتها بتترعش يوم ما تقول ما تقلقش يبقى لازم تقلق فهمتها ايه اشي فهمتها فهمتها موسيقى 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 اول مرة حدي يدق علي يهنه يا طرى الليل شايل لك اهداني موسيقى جاهز العربية تمام موسيقى 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 انا اشاكك ان كين ورا الحملية دي امرنا ما لخلق مشاكل مع الناس دي ما لهم وما لهم موسيقى انا اشاكك ان كين ورا الحملية دي كين عاوز رقبتي انا بعد عادة حد تانية يكون مين إنا عاوز نشوفى أطاع الأول وبعدينى حلال حلال وانت تعرف الناس دول اه 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 اعرفهم لقيت حريك مش عايز تعمل معا حاجة قلت ازققها ليت جمعات دي ولو شد معاهم تبقى دين هايته ولو ما عملش معاهم حاجة نبقى علمنا عليه ايه رأيك ابدع برا ايه غور لا تفتح حمار لا تفتح حمار خليفت حمار السلام عليكم السلام عليكم ايه 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 حاضر حمد طاها فيه؟ طاها جوه طب مني يا دكتور خليك بكانك دورك ما جايش يا طاها عدت الحمدلله حمد طلقة خرجت من دراهم سيبنا يا دكتور قل لي خليك بكانك تكلمني بلسانك الصند الوصل قبل ما عاده تحركنا يا زاه الفل وطمنا على الحاجة واتصلت بالناس عشان يستلموا سلاحهم وإحنا في الطريق لهنه قريب من جبل اخ خال طلع علينا قدي عشرين نفر بالآله واخدوا السلاح واختفوا في الجبل تاني خليك ما أعطاها لحد ما قولك يروح ميتة اتأخرت يا هيبة طاها مات؟ لا يا كلمة اتطمني لو ما ماتش طاها هيبكى تصاب ما قلت أغمض عيوني كل ما نام أسمعه الدختك بينادم أقول يمكن يتوحشته أرجع نام ينادم من تاني أنا جاي لك عشان تشوفيه يا كريمة ولدك زين الحمد لله أنا ما شوفش ولدي وعينه مكسورة دي رصاصة طايشة يا من بالله ما شوفك يا طه وعينك مكسورة عاوزنا شوف ولدي هاتلي اللي تأخل أول أنا جيتك لول عشان أطمنك ولو عاوزة تشوفيه هجبهولي تجبهولي عمل بيئي خليه يجبر نفسه ما تخفيشي هيطيب إن شاء الله هو أنت فاكر إن جرحه في دراعه لا يا بوهاب طاعة ضربوه بالنار عاوز يجبر نفسه يتوخل لك وعي ها نجحز لك لجمة سلميلي على صباح ما قلنك عاوز حمار أطلع بيها الجبل هتلقاه بره البيت أمانة يا جبل تجبرني ما تخيبنيش أمانة ألقف كفك الطلقة وعاك تخبيها يرضيك يا صاحبي أرجع خيب يا مرحب بالناس تكمل أنا ما جايش الضايف أنا جاي في اعتاب عارفين طلبك بس ياريت كنا نقدروا عليه والدغتي حد منكم طخو لو حد منينا كنا قلنا ما نخافوا؟ دي أرضكم مين غيركم يضرب فيها نار؟ كانت أرضنا مجوم ناس وشرافونا ما عرفناك يا جبل صاحب غير مطاريد الناس اللي تخطاها والدغتك من الجماعات يا هيبة جماعات جماعات إياك عشان المجام مش دول يا هيبة بتوع المجام دول من عنديكم لكن اللي تخو جايين من بعيد السلاح فهمت نعه اللي تخو كان عايز لسلاح وأنا أعاوز اللي تخو محدش من نيوم هنا غربوا بالسلاح واخوي واحد من نيوم غربوا الفينة سبع جبل الحلال في سينة بيخطفوا الاسلاح اللي جاي من السودان واللي جاي من الليبيا موفيش اسلاح سايبينه سد جب مين يا شيخ علام ونعمة بالله يا هيبة الناس دي جات لها إخبارية طول عمر رايح جايب السلاح من ميتة من ميتة أبو هيبة بتكفش ويسركوا منه السلاح ويعوض عليك ربنا يا هيبة تلاتة بالله العظيم ما انت جاهد تاخد وجبك الأول وتجوم يا جابر حاتلوا أكل يا والدي بسم الله يا هيبة بسم الله هنطلع من هنا على المطار أبو هيبة عيسفرك بره عايزة أشوف أمي قبل مسافر أمك ما عوزاش تشوفك يا طه المغ هناشفة لما ترجع يحلها حلال عمرها ما حصلت يا ماهر طالع من الصندل والسلاحة بيتحمل هنلاقي تيور جرحة مش ناس واكفين فوق الصجر واللي خلف الصخور انس انس الهم دي فكر فغلوبة ده أنا لما كانك أدور على نطخك وأجيب له هدئية انت فاكرني مش هدور عليه برضك هشوفهم عمري ما هنسى جرعته وعنيه عمي ريح روحك يا طه اللي طخك جبعات إرهابية سكنت جبل الحلالي في سينة اللي قال لي وأعاني أباعد عن الدور ده لأن فيه ناس تانية بتلعب معاهم برضك ورحمة أبوي ما هسيب اللي طخن يا خاري اللي ما يخافش من ربنا يا ولدي خاف مني عامة صباح أعوزك تعدي عليها إزعلان أنك وقت الكريمة وفوتها تالح يا خزي تالح يا خزي تالح يا خزي تالح يا خجم درابس فرم أمعفر والشك أنا أنا هنا من يومين أم حسن يا حسن عايزك عايزك تدويني يا حسن وكفك تعد الرؤسي على الجمال وتسل ما زا شر الدماية عايزك تدويني يا حسن رب الكريم يا حسن عايزك تدويني وروحك تدويني عايزك تدويني عايزك تدويني ميتو ها عمرك محطات الشابر ها كريمة جد عاصم ها أقول لك هكتلا قد معصب أبر ها بل كريمة ها تخلو سعاصم كريمة من يوم يا عيبة وأنا بستر الولاي جم يا عيبة خد صحبك وعطوا الشهادة قبل معمل اللازم شهادة ايه؟ دي لسه بتكلمني تب تب تسبها هو اللي يروح لحبيبه غوز منه ايه؟ غير انه يبتسم ويسلم أشهد أن لا إلهي من الله أشهد أن محمد رسول الله لا إلهي لا إلهي لا إلهي لا إله إلا الله 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 هتحاربوا؟ وإحنا مش كد المكامة ولا إيه؟ وش معنى بيت خلاف يبقى فيه هون وصواريخ أرض أرض؟ أنا عندي السلاح اللي اتفاجنا عليه ما ليش أنا في السواريخ والهونات دي؟ ما إحنا يا مجانة من ليبيا؟ قربي جهاد بكياسها؟ والله يا أخوي ما حد استعملها واصل وبعدين ما كفايا السلاح اللي نسرج منك؟ اللي نسرج مني دي؟ إفعينني وأنا جادر أرجح حقي لكن الاتفاجة معاكم مش هيتغير عاوزين السلاح ولا لا؟ أنا موافق جبولي النص عالي والرشاش اللي اتفاجنا عليه نجروا الفتحة الفتحة فتحة رجالة فتحة رجالة فتحة رجالة فتحة رجالة حضرتك مشاغلك كثير أنا لو علي أجل حضرتك كل يوم لا ما عاوزكش تجيني عاوزك تروح بيتك كل يوم ولا خلاص زيكت من البيت وعاوزي تسيبه هو أنا ليا غيره ربنا يخليك لنا يا عمي هي أمينة اشتكت من حاجة أمينة متربية ما تخبص على جزها بدل اللي قال لي رجاصة أعطيه يا عمي والله أنا روح يا عسخ روح مضف نفسك إنك أجاز أسبوع خد مرتك وتفسح أو خلي حمزة عن جده حاضر يا عسخ عاوز أشوف إخواتي الحمزة ولا عشبك كده فرداني عاوز روح بخد MUX هم نفسه تلزم واجعة يجع ويجوم البطل افجمته بطل مش في واجعته يبقى لما اقدر اجوم يبقى اقولي علي يا بطل الصبح الصندل مستنيك تطلع بيه على المخزن تاني يا خال ما حدش هلكب الصندل غيرك هيا لابو هيبة ما تكشش مالك في ايه فاكرني حسيب اللي طقك ها بس دي مش قوانه اصبروا تنول اطاها اصبروا تنول طبعا ما تجربش على كريمة امك واعرة سبها حد ما نشوفه هنعمل ايه كله تماما عمي صرفنا الكمية كلها هسبت اللي تسرج يا باب عمي اللي تسرج امرك سمعت عن حد سرج يا بو هيبة واللي سرج ما طي لهوش يدي الموضوع ما هيتكررش واللي هربه بالسلاح ما هيعمله هاش تاني اللي فحت فحت يا ماهر طاها راجع الحمدلله زي الفل صغ صليم عمك مشغول شوية اوه الصفقة الجديدة انت دي انا اللي حوزعو طيب ماهر اني اشتريت غابة كبيرة في فنلندا وبجاه شوف نشاطها وقل لي ربنا يبارك عمي بجينا متعلقين بحمزة للدرجة دي بجينا مسافر وحسيب حمزة ما قول يا ايبة هاوز تدسو في قلبك وتمشي بيه خايف عليه يا ايبة امو وابوه ما بجيوش شوفوه خالص وبعدين يا ايبة وبعدين وبعدين حمزة 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 همزة خلاص ملاش الطيارة لو بتحبني ركبني أدهم يا سلام حمل نعم أدهم أدهم نعم اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا خمزي لاك! منتي! منتي! مكفرس بنا أبوك أملون دامي! مكفرس بنا أبوك أملون دامي! مكفرس بنا! مي يا أميني! مي زى حرا جعلوب بك يا منتي! اشتركوا في القناة 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 الرحمة إنك تلك برصاصة بس برصاصة خسارة فيك زي ما حركت قلبي حسيبك في الجبل حسيبك للعقارب والتعبين لا تقضك تنهشك تكلك موتك رحمة يا مهامة رحمة يا مهامة ارحمة يا مهامة ارحمة يا مهامة كل تماماً شكرا يا مهار حضرتك هتعمل إيه؟ هروح مع الرجالة زي ما قلتلك أو هتسمع بنفسك يا بطل حضرتك هتروح بنفسك ملي حاوش نفوت اللحظة دي واللي أنا بس بفكر أعزبه بأني طريقة عاوز أجلع وآخر جلع اشتركوا في القناة 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 سيدة حصن اشتركوا في القناة 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 بس الدار ملوش آخر ارتاحي غنيمة ارتاحي هو لعمة بيشوف النار اللي اتدربت دي اتدربت على قودة نومي اللي ضربوا النار بيتمطعوا ناقص ينقصوا على جلستي فين امن البيت دي فين البيت بجا شربوا من دلوك يا ماهر انت المسؤول عن عمل البيت دي قير الحقس كله ما عاوزتش في حد منهم تقني لو ما فقتش من الافيون دي يا حكم حكيفك من غير افيون وانت عارف حكيفك كيف البركة يا هيبة دور ع البركة يكتر الجليل ويحلو العفش ويتلون مين ورايا يا امين مظلومة وجاية اشتكي وعاوزاك واسطة معجولة اللي انت فيه دي يا ايبة لسا بيت بتهزك كده مين لما نشوفه امين ما تعودتش اسدك بسهولة واها ايه الحكاية يا امين بجلنا تلات ساعات على براد الشاي دي وانت اللي جمت من مكانك تزوده ميا ولا شاي ولا سكر ولا اي حاجة وكل ما تصب البراد يزيد ويملي ايه الحكاية يا امين سبحان الله المشتشفة دي خسرانة ليه يا استاذ سروت حضرتك ايوه حضرتك ما له حضرتك انا اللي خسرتكم واللي ايه مش عزدي يا خندق الورق دي كله حيشوفه الاستاذ رزق الاستاذ رزق الاستاذ رزق روماني ايه الاستاذ رزق روماني هو قايد الوقت هيخلص محضرته في الجامعة وياجه اللي تشوفه زعدك جبتي منين المليون جنيه اللي في البنك يا سروت مفيه مفيه اتموت اجيب ليك مايه اجيب ليك مايه لتموت قبل ما ترجع للناس فلسه ناس مين؟ عشر مرضات بثلتمائة ألف جنيه هتكشف المرضات أمام أبو سيدك أبو سيدك بلاش فضايح هيرفع عليك جضايا وأنا متكفل بأجرة المحاميين هجيب لهم دكاترة يوصلوك للإحدام هرجع لهم فلوسهم هكتب شيك بنص مليون اثنين ليه؟ ليه؟ كفاية عليك نص يا سرور ما حتمشيش من هنا بمليون جنيه يا سرور حتى السنكة ليه أصغولي أخي ادخل يا أهلا يا أستاذ ريز معلش أخرت عليك سيكة سيكة مهما تعلي هتبدل سيكة دي على لسانك هتعمل ايه بس تأثير شغلة رئيس ههههههههههههههههههه حتزبط الأوراك دين وتسلم الأستاذ عدل المكتب ههه؟ أمرك فين الشيكة بستمائة ألف جنيه؟ هم مش كانوا خمسمائة ألف هي صح خلاص اكتب شيكة بستمائة وخمسين ألف جنيه أنا بعرضك كفاية كفاية العش العشر ممرضات يتعينوا يا دكتور رزق ويقبضوا الفلوس اللي ساركها مني هم الأستاذ سرود تحت أمرك يا رئيس موسيقى عمر كارن لكم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 وريني. لا. لا لا لا. الناس بتتحق عليك. الناس مين بس? لا. كيف هو ريني؟ كيف هي؟ كيف هي كيف هي؟ موهبة؟ موهبة؟ يا إليها موهبة؟ انا جاي اتفرج عليك وانت بتهزق نفسك. انا اللي بهزق الناس. انا اللي بزلوهم. انا اللي بكسرهم. لحد ميته. حتتباهى بالأزه. لغاية لما الناس كلها تاكل في بعضها. لغاية لما كله بيبو زي بعض. فيش عائلة ونسب. لغاية لما تتمنى ان انتو تنسبونا. لغاية لما نتفرج عليكو وانتو بتسلونا. وهنا عادين في أفراحنا. هو أحد حاشك. لما بجيت به. محدش جرب منك. لكن تعمله في التعبان. ناعم. وسمه فيه. انت مشكلتك يا كين مش انك غجري. ولا انك مليكش أصل. ناس كتير. ناس كتير ملهاش أصل. وعيشها وسط الناس. لكن مشكلتك. في حجدك. في حسدك. في جلبك. كل ما تشوف خير. تبقى عاوز تولع فيها. كل ما تشوف حيلك. تبقى عاوز تفرجها. لكن نجبك على شولة. هتفضل الناس يدها في يد بعض. بس كنت نجحت. ان غاويت بيت ولا اتنين ولا تلاتة. مش هما دول كل بنات العائلات. لكن هتفضل طول عمرك. غجري. اونوري. مهما تلبس بدل. ومهما تكنس فلوس. أنا جاي أحذرة الآخر مرة. هتتعرض لي. ما هخزكش عنيك المرة دي. أنا عاوز قبل ما تعمل أي حاجة. اتفكر زين جوي. أبو هيبة. هيعمل لك إيه. لأنك ما هتنتصرش علي أبدا. شر عمرك صيّر. وعلى فكرة. أنا صورتك مع البنات دول. وحبعت الفيلم الجون. عشان يعرف هو بيستعد مين. وعلى فكرة برضه. البنات دول. كبارتش في السينة. ايه؟ راحة فين؟ أنا ماشي. ما هنتعشوش سوى؟ بعد إسنك أنا عايزة أمشي. من غير ظهر بنا. نتعشو الأول. لو سمعت عايزة أمشي. عايزة أمشي. عايزة أمشي. عجزة أمشي. عايزة أمشي. زادة؟ زادة؟ هتتجوز غير يا منصور يا رب بسطر يا رب بسطر سامع كلمها والله بيدب دب يا ترى من دلك على عروسي حلوة لك دي أم ليه عايز تتجوز ليه أنا خبت فيه ترجمة نانسي قنقر أول مرة تباعد يدك عن يدي معلش يا أخوي سمحني النوب حملاش دورين بس ما حتى تطلعيش كتير منور يا عمو منور يا طانت انت تختن؟ لا يا طانت أنا بقى دي تبقى بنتي يا حك أصلها سافرت لحجاز بدري لكن الحج بايل عليها ها؟ يا أهلن وسهلن يا أهلن وسهلن طبعا دي أختك الصغيرة مش كده؟ مرته أنا مرتب وهي بابيه يا ساتي يا رب طبعا نصنقه نصنقه ثانية شوفت بيهزر ده؟ بيهزر؟ جايب يمراده؟ ايه؟ بيخليها دعاين البضعة لكون شي بتزلى يا لها ولو كون بتزلى تصدقى لو بيتزلى ده نفتح كرشهم وشرحه باما لتنين هفتح كرشهم شوت صادق بقى يا سمعونا يا الله لو ما قدراش نفضوها سيرة ودمشو وانا غير ما نضايقوا الناس ها؟ هو أنا كنت ضايقت الناس فيه هو أنا اللي قلت ولا هي اللي جالت طول عمري وانا مرتك تقول لأختك ليه؟ بتشوّل علي؟ قلتلك بلاش تيجي قلتلك بلاش تيجي قلتلي معقولة؟ معقولة شوف عروس تبوهبة زي الناس قلتلك غفلك تيه؟ يعني غفلك تيه؟ أيو غفلك تيه؟ ما كنت تيجي معاك؟ طبعا قديني سكتتا ها؟ أنا محبك يهدي أمحبك؟ يا بس غفلك تيه؟ غفلك تيه؟ دايب هتعين البضاعة؟ طيب أنا با هوريها البضاعة أخوتي هاتي ده؟ تسكي تسكت هفرزها أنا عارفة أنا عارفة عارفة بتاعي مش حرق أه عارفينوا الفلفل دي؟ مالوش عازة لو ما كانش الفلفل يلهلم ويولع في البوج يبقى ماصخ مالوش عازة أتي بتحكي على إيه بس؟ عالفلفل المعصر خلينا فليحنا جايين عشانه تشوف يا سنت البنات على جاي أطلب يدك على سنة الله ورسوله ونفسي تكبلي وأنا قابل كل شروتك شروت؟ شروتي هنيمة؟ شروتي؟ هنيمة هنيمة ده مهبة أه مهبة إيه؟ ده كفاية دفلته علاكي وأنا ماليه الشروط وأنا ماليه الشروط خالص أنا ليا شرط واحد بس بنتي تبدل عايشة معي وفي حقوقي لحد بقى طبعا يعني ما تجبر وتتجوز وساعتها هي اللي تستعنى نحط وأنا موافق أموافق تجعد البت مع أمه؟ ليجروا الفاتحة؟ مستعجل عليه لسا بدر يا بوهبة يا خليفتي نجروا الفاتحة نجروا الفاتحة والخميسة تجاي إن شاء الله نكتبوا الكتاب بدر يا أخوي مدعف لك هاش؟ مدعف لك هاش؟ مدعف لك هاش يا غنيمة بسم الله الرحمة بسم الله الرحمة الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين يأخذ أبداً أردنسك اه ده رأيه اللي جاي يا منصور هتبقى صور في البيت؟ هتنساني؟ ولا هتبقى صوت في التلفون؟ واه واه يا غنيمة عارفك عاشك جوزك يا غنيمة والعاشك ما عليهاش عتب آه يا غنيمة مش عارفة ساعدك وطفش العروسة الجديدة ولا سيبها ده كل قلبك وهي يفحض نجوزك هتنسى يا غنيمة هتبقى ايه يا ابن أبوك هتبقى غريب بيسأل عن أهله ولا هتبقى بعيد وبتنسى أهلك ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر يا غنيمة الله أكبر يا غنيمة ملكة ملكة يا غنيمة ولا نفرتيتي بزمانها شد يا صباح ايه ده الحلوة دي شدع يا ورد أخوي شدع والله عزيني الوطايق السمعتون تاسف أنا ما معيش البطاقة عزولني يا عمي أنا ماقدرش أشهد على جوازك من الست دي ومالها بقى إن شاء الله الست دي نهيب صوتك ما علش هنا بدأ جدع مال راجل هتفضل طول عمرك راجل يا بابو بصقت هايت خلات هتجابت يا بابا شكرا 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 لا أريد أن يبعد هنا ويبعد فرحان معالي الحزين لا لقوش مكان بيننا سمعون الله يا الله جوازة دي ولا جنازة اسمعوا والكلام ليكم كلكم ناهد من النهاردة زي أي واحدة فينا هنا في البيت زيك زي أي واحدة بناتي دي اختيار هيبة واللي يزعلها يزعلنا كلنا ربنا يولي في القلوب عايزين بطاقة تانية تفضل بطاقتي عايزين بطاعتك يا عروس حاضر تفضل بطاقتي منصور أبو هيبة أيبة اكتب تفضل بطاقتي أبو هيبة تفضل بطاقتي تفضل بطاقتي تفضل بطاقتي لسه ما حدش تتكلم هنعملوا ايه ده في جاني يومين هلو أنيكم قوة حد ينمسوا سلاح سلاحة ما فيش سلاح اللي واد عندكم لو عاوزين تتبحوا تتبحوا لكن اسلاح لا ولدي ولدي يا مهيمة ولدي تصبر خيدي ولدي يا غنيبة تصبر ولدي لا إله إلا الله افضل يا بنتي فضل بتقول ايه يا مهيمة أنا مش بساعد نجلب يحصل هتزفهم يقتلوا كريم هتزفهم يقتلوا ولدي حرام ده لسه شاب صغير يا أولاد ما تديهم السلاح اللي هم عاوزينه ما هم لجح في المخازن هنا وهنا يا باب قول الجو زكي تلام ما زكية ما حدش بحب كريم كده ولدي يعني عليك يا بني ولدي هو أولد يا ناس هو أولد يا ناس ويا قوم 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 كده يموت من قلة الأكل تسيبوا إياك شي يولع المهم يدينا السلاح رافض يدينا السلاح ما عندناش حل غير القتل ما هقدرش هديهم السلاح يا صباح تهوا عدوا واخدوا على نفسي هتسيبهم يقتلوها منصور يا باب مهب انت شايف ايه ما عليك ما تخافش يا مهب ما تخافش يا مهب ما تخافش مش هايقتلوه انا ما حدلهمش سلاح وبعدين بهم لو اتصلوا النهاردة يبقى خلاص تحلت حيطلبوا فلوس فوق 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 طب تشاهد عارو استنى فروش علو حاضر 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 فهم القتاة موسيقى موسيقى لو مستعجلة على المحاضرات ممكن تدخل إنتي وانا أحيش لك كباية شاقة ومشي على طوال لا لا ما تمشيش أنا عايز أعرفك على واق اه واق نهرباشا منورنا صافك بتحكيلي عنا كتير وبصراحة يعني كان نفسي أتكلم معك من زمان ان شاء الله انت دفعة صافي نا بتدرس نفسي تخصصها برضو نا امال فيها يا صافي انت بتحب المزيكة وعايزها أعلمك يا ريت تعرف انا مايش في الميزيك امال هنتكلم في ايه مايش عايزة تصرفي على الشريط بتاعه وتنتيجي كاسة مير مايكلامي هو قيل عنده المنتج بتاعه مش محتاج مني اي حاجة طب ما تخليه هو تتكلم شوان يا ماري باش انت مديني فرصا نتكلم ما انت اللي نازل دب دب قافش قوي قافش مير انت تعرفني عنا فكرة انا جاي عشان اعرفك طيب انت مين اصلا بقى انا واقف ابن دكتور عبد الراهاب الدكتور الجماعي الي هنا في الجماعي ماي الدكتور الجماعي ما عندما يا اهلن وسهلا خير يا دكتور برضو افجع يا فكرة على فكرة مش انا لدكتور أبويا لدكتور طيب أنا مش فاهم في إيه لاهب وإلا عايزي يخطوني وأنا أم أم أعمل إيه يعني في الموضوعات المسؤولة أتعمل كتير إحنا محتاجينك معنا عشان تدعمنا مش موضوع مع عمّة 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 أتشفى يا الله ماشي ماشي يا صف مهر أنا عارفة أنت حتساعدني صح مهر 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 بقولك يا مينجي مهر مهر مفجأة حلوة موت مهر صوت أني شفتك ما أنت بتظهر بالنهارة هوا وما العملي فيها ابني ليلي صافي اللي انت عمّة مهر هوا أنت صافي بقى؟ مهر مهر انت شايف إيه؟ أنا رأيي مش صافي خامس عسل خب يا جماعة لازم يختيف حالاً عندي بروفا استنى أنا جاي معيك مش موضوع معك زي ما جبتك زي ما هردت طيب يا ويل امشي إنتا أنا هروح مع مهر 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 أوكي باي 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 مهر هنمشي ولا هنعود لا أنا أعود أستنىك لوقت ما أتخلص من قطراتك وبعد كده ما أمحك أمم تستنيني؟ طب بقولك إيه؟ خلي بالك باع أنا مهر اللي غاية تم مارجع طبعاً ويشوف غمودك وانت على الهرل بالليه ما يشوفكش وانت واقف من الدهول كده بطري داش عايز انا اقف جنبوهم عادي اقف اقف ايه انا عايز اعطها رقبته مش وقته يا فلح خالص بنت عمك دلوقتي متعلقة بي قفل عليها العلمة مش شايت يا غيره ايه الكلام دا؟ ما تفكك بقى واسمع غيرك شوية يعني ايه؟ واقل نسر كبير هنا في الجامعة وما فيش بنت اللي ما بصم عليها يا حياء واقلنا كلمة لقيت قال بنت عمك مش بسيطة وعتعرف تلمه في الوقت المناسب يا ابن كلمة سيب لانتالعطي سيب لانتالعطي سيب لانتالعطي واقل بدا بيامير سيب لانتالعطي ايه 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 تعرف يا خال انا نفس اطلع معاك ونحلة داي بيقولوا البلد دي مفيش زيها في المناظر الطبيعية المرة يجي ان شاء الله حقدك معايا معاك جوا السفر لا مهر ابقى طلع جوا السفر الكريم حاضر ها ايه يا حكم اخوي يا حبيبي عملت ايه في غيابي ايه ولا حاجة ايه ولا حاجة ازاي يا راجل ومال روحة الكين لعمة تعمل له ايه روحة الكين ايوة عشان يطلع خلف من نفوخه مال له كينه وما الخلف وما النفوخه ما savory؟ اصلوا عاوز دولارات وانت عارف انها لعبة خلف هاي عاوز دولارات ولا عاوز موتي الله يا عمي يمكن ممسطريحش معاوزك تقطع له لسان وكمان ولا حاجة حاناتوا حاطف اللطول عمرك دراعني أمين يا مهر لأنك فاهم زين مين اللي حواليك مش تعقل جوزك يا زكية أخوف بردك يا بوهيد هي السد اللي فوق دي كانت أمي هي اللي حيشاني عنك مكفاك تمثيل عادي يا هيبة ارحمني من موالك كل مرة دي مواركش حد تفوق عليك غيري ده أنا أخوك الكبير يا أخي خلينا أقول لك مبروك بنفس المال أبوك بدأ يتداي يا جهو يا مهر المرة الجاية اللي هيعجبه هيضربه بالنار أنا جاية واجعد بكانت أبوهيبة لسه مجامش سكوت قيام المرة أقول لك تشوفه في الحياة تشوفه في الحياة تشوفه في الحياة تشوفه في الحياة هادير يا ابوهبة بل لما سافرنا اكتشفت انها مكادش بتروح للمدرسة قلت جايزة مرها وحشة خايفة من مادة من المواد روحت للمدرسة كلهم بيشكروا فيها وبيقولوا عليها شطرة ممتازة وده اللي قلقني كل دي عادي يا ناهد تلكها بس بتدايجة انهم هتجوزك لا 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 انا عارفة بنتي كويس قوي انا حسنا مخبية علي حاجة انا خايفة اللي نكون حد ضحك علي دي البيت ما بتشوفش النوم ما تخفيشي ما تخفيشي ما تخفيشي ما تخفيشي هادير معالي موسيقى 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 سيبنا شوي يا ربيع قولي يا هدير أنا سمعك أقولي أمك حسي أن في حد شغلك أنا لا والله العظيم ما فيش حاجة لا والله العظيم ما فيش حاجة أمال بتكرت روحي للمدرسة ماهوزاش تتعلمي ولا ولا للسباب مثال لا يعني ممكن تكوني متضايقة عشان اتجوزت أمك لا أبدا والله العظيم ده أنا حتى مبسوطة أوي أن الماما ارتاحة لمحضرتك أم المالك في إيه في إيه يا هدير هو حضرتك مين أنا مش فهم حاجة أنا اللي هريحك من لتعبك وهريح البنات من دوشتك وجلة أدبك بص رجلك أنا قاسم بص بص هقولك أنا عندي فلوس جتين قوي محوش وفيه كمان عربية وقفة برا خدوها خدوها باتش ايه ده شوية عشان العملية تنجح من غير متودع عمليك ايه أنا 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 مش حيال أنا سليم مين؟ انت عارف مين ده؟ مين؟ متعرفش مين ده؟ مين؟ ده عمك مين يجي عمك مين يجي ده أفضل وأحسن حلاك صحة في الكوامل كله متنساش عم مين يجي بعد الجز متنساش النقدات للحياة وعشان الجره خش عليه جز جز مين؟ لا جز يا ريلا مين؟ جز مين؟ 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 خالي هو اللي علمني تكشير البرتوكانة بشكل وردة مين؟ 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 دي زي الحسن لازم تتغذي كويس يا ناهد يعني كل يوم تاكل فروج وبرتوكانة أفضل أنا كده هكاكي يا حبيبي أنت كاكي ونصيع كوكوكو مين؟ 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 إخلود! بابا لمده منا ما فين خلص؟ زمانه جاي فين خلود يا عمي يا خلود هر من يمين يا خلص طلق خلود طلقها كيف يا عمي ادينه فرصة يا اخويا يصلح اللي عمل مش اطلق يا عمي يا لهوي معلش يا اخويا عشق قتر العيال عشق قتر العيال يا بوهيبة ما انت عارفة كل حاجة هو زكية كمان كمان شوية تروع على فندق الشمس تتلفالي عاطية من الكوشة عاصله بيتجاوز يا زكية يا باري عليمة ما يعوزت صوت ناو جيه معاك دونو فرصة تانية مع امينة ولو ما جايشي تروح تجيب امينة من بيتها يا عمي طائقي يا عمي طالق يا عمي لا يا عمي لا يا عمي لا يا مدوعة اتطلع متأخذ عليا اتطلع اتطلع يا مدوعة خلو طارق يا عمي طارق طارق هتحاولش تروح القرية ما هيدخلوكش محاشتي وشغلي ما هيدخلوكش تجارتي انا ليه بلاوي لك عمي لو جربته هيدربوك بالله خلاص مالكش روحا ولو عاوزني اشيلك من دماغي جبلي اللي اسمه السامي ده من تحت الارض سامي هو ده الكلب اللي سمه خلود ما شفاك شي إلا ما تجيبه او عاوزه صاحي ما حتلاقوهوش في القرية تعبنتي هنا في مصر أصله منجارا يركين ماهر حيساعدك هلا مش غور غور اتحرك دي الوقت يا ماهر اتجيب عطيه اتجيب بالتعامة كمينة من بيتها عمي 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 انا جيت لك هاي عمي على فكرة اللي كان فيه جواز ولا غيره ايوه انا كنت بعمل كده يعني عشان استفزة امينة بيه ما انا هعمل ايه بردك يا عمي ماهي اللي مجادراش تنسى حمزة الله يرحمه موسيقى من يوم ما شفتك وانا عارف انك مؤذي بس ما كنتش عارف انك هتقزيني في بتي أبو سريك لك سيبني أنا أنا لم أعملتش حاجة يا خلاص والله رغزيب أنا ما ليه داعه بأنه حصل أنا مش قلتلك يا آدم شم الفندق قبل سابق حصل والله العظيم حصل ومشيت بس خلي بيه ولا ركاة أدي حياخد جزاؤه ما تابل فيه إيه؟ هامل فيك إيه؟ أنا حاجة إنت هنا في مزرع التعبين هسيبك ليهم إن صبع عليك الصبح وخرجت سليم؟ يبقى ليك عمر ها؟ عاوش حاجة؟ أقصد بالله العظيم أنا بيحترم خلوط بنت حضرتك عارف لو كان ليك روحين كنت أدبتك على دي كمان بس مرحولة ليحسبتاني مع الكلبكين يا بديس خربين خربين تسدي خربين 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 يا سوسو وصلتي ولك كان لازم تسبقيني يا سوسو ايه يا واسخ كنت فكرك راجل شكرنا سوسو شكرنا بدي ابقى تفعله سوسو أسلم معي رفيزة أنا خدتها من البيت وما تنساش الطلجة يا واسخ افتحك ما ما قالك أنا عارف إن جوا بس مش ردي تفتحي ما تخافيش منه طول ما أنا موجودة إيش أعيدا أحملك حاجة أنا معي موسادس مليان رصاص ورصاص كتير قوي افتحي بقى يا حاليستي سبعة من المليونة بيقول إيه دفعي من أنا خايفة من جوزة ده أنا خايفة منه هو يا لكم يا رب أنا أقص الحوصة يا رب أنا أقص الحوصة ومجانين يا رب ايدي ايدي بصة هقولك على حاجة هاوزي ويفتحيه افتحي مين بقولك مجنون ده مجنون افتحي لا تكسر الباب يا ماما بيقولك هايتكسر الباب يفتحينه بقى يا مش هفتح يا بحبك قوي يا ناك يا أخي حبك بص يا أخي حبك بص أعمل إيه يا رب في الحوصة يا أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه يا رب أنا عارف إنك خايفة منه بس ما تخافيش طول ما أنا موجودة وميش هيقدر يقوم ناحيتك افتحي بقى عشان خاضري أنا لحبيبك يا حبيبتي خلق بيدي خلق بيديك خلق بيديك طب بيقولك إيه؟ قولي حبيبتي قولي أنا هطلب لك طلب واحد بس قلبي إنت تدخل تتطمن علي وتمشي على طول اتفقنا ها طبعا ها طبعا الإسلام يالله يا رب يا رب ايه مالك؟ أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه أنا كويسة أعمل إيه لا مش كويسة نقتل عليك جدا ثاني أعيس النقطة ايه ايه ده نقطك عالي عالي قوي يا سيدي لا عالي ولا ماضي إحنا مش التفاقنا إننا مفيش لمزة ها والدفاقنا كمان إحنا ملحبة بقى ها والدفاقنا أن إنت هتطمن علي وهتمشي على طول مش حابش غالي مطول إنها بعيبك بحبك لأ بلحبة بالنسية قولي بحبك قوي يا وليد بحبة بالنسية بحبك يا وليد بحبك لامة بالنسية والله يعني والله والله العظيم ما تسمع الشكلام اللي انت أسمعته دا أوع تصدق اللي أنت أسمعته دا أوع تصدق أنا مไมا ايه أنا محبك أنا في الحجرة أنا مجنودة ايه يا سيدي البيت وعمص النبي واحد وبحبك يا وليد ودك على المدروسة للشفة وبحبك يا حبيبي قلبي يا وليد اتا حياتي ما موت فيك يا وليد خربتك يا خربتك بسمتك ده كلام راجل حولي ده كلام راجل عقل والله العظيم هو ده الراجل المجنودة التلك عليه والله يا مهبة انا محبك انت يا مهبة مرة فيك يا بدي انتها مرة فيك عيش تقربتك يا حرام عليك والله العظيم هو ده الراجل محبك انت يا مهبة اتكنت يا وحبيبي يا مهبة والله اذا مجنود والله العظيم ده مجنود ما لا ايك ده مجنود ماما اتا ماما اتا لم أتزبتش? ماذا أتزبني؟ ماذا؟ ماذا؟ لم تزبتش؟ يا مابا ماذا؟ عبره ، رهو ماذا؟ لم أتزبني؟ رافع راسك للسماء وجزورك في سابع أرض جبلك يا حيبة ما كلوش حلال جبلك جواه تشكيلة متل أخبطة فيها الحلو والماسخ فيها الخير والشر بس الماسخ أكثر جبلك ما حمل شي يشيل جواه تاني الناس اللي بتحبهم بيموتهم اللي بتكرههم عايشين خايف يا حيبة خايف جبلك يتهد وتتهد معاه جبل الحلال جبل الحلال يا حيبة بجوهم كبير وهم كبير بتداري فيه الحرام كله وجبل الحلال ملهوشة في الشبال ملهوشة في الشبال عندك كتير يا حيبة عندك كتير عندك كتير بحرين ونيل وبيوت وبيوت وكسوف عندك أهلك وناسك عندك كل ده بس برضك فقير ومهوشة في الشبال وعندك المياه الحلوة وعط شرم عندك رجالتك وسلاحك بس متكتف وخايف ونفسك فوادي أولسك بشير خايف من أخوك وخايف من كيه وخايف من مجهول كل الدهوة الحيض لك الخوف حياً تستطيع حاول المركب غرى يجعه بعد ما شفت ابنك في بطن أمه وراح الوريس راح الوريس راح عبد الرحمن يا ترى انت فين يا جلب غنيمي فيتنا المين يا منصور وحشتنا طلتك ميت الرجوع هترجع يا منصور؟ من بكرة تروح يا كريمة غبتك طولت والأرض والبيوت اللي هناك محتاجة رعاية من غير ما تقول يا حاكم هاخد أحمد وطاعة ونرجعوا البلد بس كنت محتاجة أغلي ورش دي يعني إيه؟ عاوزني أمشي؟ أخد حلال ربنا الأول ضغط حلال؟ هههههههههههههههههههههههههههههههههةهههه van ما الحلال كتير البسبوس حلال إيه جاتو حلال عايزة ورسة يا حاكم عايزة ورثة يا حاكم آuti إه天 إيهان يا حاكم ورثة كايهه ياختي الخرابة دي بيجيت على وش الدنيا جدام التاريج الجديد في سوهاش تماني المتر بيجي بالشقل فلان وانت عاوزة تكوش على البيت واحدك ما انت ما صبرش لما يرجع أخوك وعاوز تكوش بدري بدري واخويا فين؟ انت فين يا بوهيبة؟ ربنا يرجعوا بالسلامة بعد الشر من أخبار السوق أخويا راجع راجع عرفت منين انت كمان؟ من الحلم ياك عرفت من أخوي؟ أخوك مين؟ تكلميك ولا إيه؟ ياريت تروحيله؟ ليه؟ هو انت عارف هو فين يا حكم؟ ياريت أعرف كنت ارتحت مبات حديك البيت يا كريمة هياته أخدمة تاني؟ تديني عقد البيت الصبحا مشي ماشي ماشي او زيها صباح انت كمان انا مش هتنجل من هنا الا لما اخويا يرجع خليكي جاعدة كده عامل زي جوزك لا خير ولا شر اخويا راجع راجع يبقى من هنا لحد ما يرجع اخوكي ان كان راجع ما عاوسكيش تاج الجاعة دي هنا يا صباح الله 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 ايه النشاط دي يا بعطيه كل يوم اجتماع الله هو اكبر عليك اجرد اجرد يا فالح ما قادرش عاوز انام بقولك تاجي تبقى تاجي كل واحد يشوف حاله مع وشة رط في الكلام روح يا خلف على شرم وانت يا عطيه انا موافك تتجاوز بنت الوزير السابق ايوة كده وبقى شوف ليها اختي ولا حاجة عشان اخوك ماهر لا يا بعطيه سيبك مني وخليك فخلاك اكبر عطيه راح فين لسه دورك جاي يا ماهر دوري جاي فين عمي راجع عمك مه خطار اللي شافه قلبي خطرف حاكم؟ عملت معي الواجب والله يا امه منصور بيستدسمك من البحر دحكتين يا امه حاكم انا مش امه حاكم انا امه منصور انا ولدك الكبير لا كبير ولا صغير انت جاي ليه حلاح لحك من هنا اتفاك تلاتين سنة راجدة عالكنبة عايز تاخد الكنبة اللي جايبها لمنصور هنزلك تحت في قط الجنينة الدكتور بيقول لازم عظمك يسخن في الشمش انا مش هطلع من هنا الا على ظهري قول يا رب تفوع عليك يلا يا جماعة نزلوا امي على قط الجنينة قطة ربيع انا مش هطلع من هنا منصور يا منصور العجل يا منصور يا منصور حاكم محدش يدخل المتحف ده اللي عمي انا وارس يا وارس بس عمي عايش ما ماتش لما ياجي انا واخوي نتعتب انت مالك انا احارس البيت ده لحد اما عمي ياجي اخور من وشي لطخك قولتلك يا حاكم محدش يدعط في المتحف ده انا يا عمي اه امي 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 أصيلة أصيلة غريبة أصيلة بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا كبير يا قابل فقير فقير ما نجيش الرضا فلاح فلاح لجي في زرعته دهب رزقك الأثار دهب معفرط يا ماهر معفرط وكان لازم أتدور على جبل عشان أدس فيه الدهب وهو الدهب لازم يستخبه والجبل سره وعر واللي يدخله يدبلي بيه وديك دخلته وخرجته سليم خلي البلد غيرك أعمل بطرط يا ماهر بطرط حضرتك متغير ليه جيبني عند الأعمال فرحي على بيتك جرة ما عاوزكش ترمح في أرض بور عاوزك ترمح في النور متخافش وردك منسلح ما يمشيش من غير سلح سيبك بالكلام ده ما سيبنيش يا عمي انت فاكر إنك واجعت لا انت واجف على حيلك أها اللي عملته كتاب تجراه الناس وتتعلم مني لونة جنونك كنا ولعنا في بعض يا هيبة الجنون ده ضحك عالدجون ضحك عالدجون سكر عالمر معفل او ريحت حلوة يا ولدي ولد بلاش خايف عليك خايف عليك تشيل الهم وتتعذب بالعكس ده انت اللي علمتني رجولي علمتني الجدعني ده انت اللي شغلت البلد كلها أي حد جريب جاي من هناك بتاعنا أي حد محتاج بتجبره والدس في جيبه اللي يرضيه ده حتى أخوك عمل اللي عمله ده كله وبردك ما قتلتوش الجنون ايه عامل اللي تتكلم عليه بانا لو أقدر أبقاطولك ما تعنينيش الدنيا باللي فيه عارف يا ماهر لو فيه حد طمره طب كانت بس بيه بلاش تنخدع بالشكل او جدامك جدامك عمك اهو براه هبة او جواه تعباه الحملة اللي انت شاي له شرف يا عمي اشتعب يا ولد ايه يا ولد افهم عاج افهم عاج بلاش تفتح صدرك بلاش دي دنيا غرورة او الدنيا دي احنا اللي بنرسموه ها 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 كدامة وبتضحك عليك اهو جدامك عمك اهو طول عمره طول عمره طول عمره كان مستني الواد ولما تهي الواد مات جدام عناه عمرك شفت عمرك شفت ضعف اكتر من كده عمرك شفت سل اكتر من كده بس ربنا عرضاك تاني يا عمي هو دي اللي فوج عمك هو مين ربي وربك يا مهر فوقت لما عرضاني تاني وعرفت حجب كده وانه هو الوهاب حسيت ان الجبل اللي عملته لازم اهده لانه جبل كله كده كله مفاج حلالة ولدي ما محتاج الجبل يتبس فيه حلالة ولدي الحلال زي الصبح يكشف ما يخبيش يبقى زي ما حضرتك روحت وجيت وعرفت ان الشمال شمال تخادينا جرب خايف عليك يا ولدي خايف عليك بس انا ما تعودتش اكتب عليك وانا برضك ما تعودتش اكتب عليك هنعاوج مهر صافي مهر صافي يا مهر انك تحلف على المصحف جدامي انك تبعد عن الشر وتكفل ببانه مهر بانو أفرت يدك بهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة